حابب اتكلم على نقطة مهمة جدا العالم كله النهاردة وطول الوقت بقى بيتكلم على نجم مصري خالص اسمه محمد صلاح النجم ده صدقوني هتقوله أصل انت برنامج ألعاب أخرى لا يعذروني بس علشان النجم ده حديثك العالم كله بيحطم كل حاجة الرجل ده بيحطم أرقام قياسية بيحطم كلام كتير جدا 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 في حياتنا النهاردة كابتن محمد صلاح نجم مصر اللي احنا بنفتخر به في مدحف الشمع الخاص في لندن في مدام توصل في لندن عملت له تمسال من الشمع زي ما احنا شايفين قدامنا لازل نقف تخيله ان النجم مصري اسمه كابتن محمد صلاح النهاردة بتعمله في مدحف الشمع في لندن تمسال وراح الرجل ووزاره ومش بسد نفسه وهو قال قال انه مستحيل ده نسخة تبخل أصل المتحف ده بيضم مشاهير النجوم الكرة في العالم نجوم الكرة في العالم كريستيانو روناردو بيكهام نجوم كتيرة نقف تاني تخيله لما في حفلة في حفلة الدوق ويليام بيعمل حفلة في إرس شوت بيدعو مين بيدعو نجمنا ابننا ابن مصر محمد صلاح عشان يقف يقدم الحفلة إحنا مستوعبين إحنا وصلنا فين هو وصل لإيه وصل لحتة مكانة مختلفة حفلة الأول مرة في العالم وفي لندن وتقدم يقدمها محمد صلاح وبعد الحفلة يقف الأمير والأميرة يتكلموا معاه زي ما احنا شايفين قدامنا شايفين الصورة وعظمتها صورة الأمير ويليزامز وكيت الدوق والدوق كيمبريج بيتكلموا مع نجمنا ابننا كابتن محمد صلاح وصلوا لإيه وصل فين متخيلين هو وصل فين يا جماعة كل ما بتفرج على الموضوع ده الموضوع ده مختلف إلهام ما بعده إلهام قصة كفاح ما بعدها قصة كفاح موهبة شابة عندنا بدأ من نجريج كان بيروح من نجريج لنادي المقاولين عن طريق القطر عن طريق تاني طريق القطر بيركب القطر رايح راجع علشان الأمل والطموح والهدف اللي عنده بس تطلع من المقاولين العرب على بازل السويسري لما راح بازل عمل تجربة كويسة جدا رجع على تشيلسي إنجلترا أي لعيب كرة في العالم بيحب يلعب في الدورة الإنجليزي بس عذروني كانت محطة محبطة بالنسبة له الراجل الناس هناك مشي من تشيلسي ما عندوش هو الوحيد هو الوحيد اللي عارف أنه هيرجع تاني كل الناس وفي ناس مصريين قال لك لا مش على مستوى قدر الدورة الإنجليزي وحاجات كتيرة بس راح لفورنتينا الإيطالي لما راح فورنتينا الإيطالي اختلف روما رحلة نجاح عظيمة رحلة تاني رحلة نجاح عظيمة تارجت هدف هدف مهم إن هو من نجريج يوصل لأعلى دوري في العالم رجع للمكان اللي إيه اللي حصل فيه إحباط وهو أنجلترا اللي خرج بقولك مفيش واحد في دننا كلنا في العالم بيفكر إن محمد صراح يرجع تاني هو الوحيد اللي كان مصدق ومقامن بنفسه إنه هو هيرجع ويقف داخل الدوري الإنجليزي والنهاردة والنهاردة بيترشح لأحسن لاعب في العالم بيترشح لأحسن لاعب في العالم اشتركوا في القناة